نروح للمباراة النهاردة المباراة النهاردة أكيد الأهلي خسر جزء منها كبير جدا لما قرر الكافي أن المباراة تقام على المغرب ملعب الوداد وسط جماهير ووسط الملعب المعتدين عليه ده ظلم وقلناه كتير وقررناه كتير ظلم للنادي الأهلي ظلم كبير جدا للنادي الأهلي جدا وأي نادي تلعب على الأرض محيدة عشان هي أفريقيا يبقى تبقى على الأرض محيدة تختار الملعب من بدري حتى لو كان الملعب كان هو ملعب الوداد أو ملعب محمد الخمس من الأول بس يبقى من الأول مش لما الوداد يعني ضمن التأخل للنهاجة بس هدى اللي حصل أهدى اللي حصل فنيا الأهلي النهاردة خسر المباراة طوعية بأداء فني مش معتاد من النادي الأهلي أداء فني أليل خلينا نختار ألفازنا أليل تحديدا في بداية المباراة بيت سمو سماني يتحمل جزء كبير جدا من خسارة اليوم بيت سمو سماني اللي دائما نتحدث عنه إنه رجل المباراة الكبيرة في مباراة كبيرة زي النهاردة ما كانش موجود أخطى في قراءة الوداد أخطى في قراءة النقاط ضعف الوداد بداية فيها خوف غير منطقي وإنت النادي الأهل حتى لو بتلعب مع الوداد على ملعبه وسط جمهوره أنت أفضل من الوداد أنت أكيد أفضل من الوداد وبالتالي كنت تقدر تضغط وتقدر تهاجم من أول دقيقة الهدام ما يبقاش فيه رهبة ما يبقاش فيه خوف ما يبقاش فيه كرة في العرضة من أول الدقيق ما يبقاش فيه هدف من تسوى من خارج المنطقة دون أي ركابة في وسط الملعب ما يبقاش فيه الأخطاء الغريبة من محمد هاني في الهدف الثاني في وقت الفريق كان المفروض يرجع فيه في النتيجة ما فيش فرص كتير للنادي الأهل النهاردة ما فيش روح ما فيش حماس المعتدين عليه من النادي الأهلي كل اللعبين كانوا خارج مستواهم النهاردة باستثناء بصراحة طهر محمد طهر كل اللعبين بدون استثناء نهاردة مستوى غريب غريب جدا